يعني ما أجد حضرتك بتقولي أنه التكتل زي ما اتفقنا مش اقتصادي فقط ولكن هو تكتل ساند وداعم يعني يدعم كل الدول طيب السؤال الثاني حضرتك ذكرتي في البداية وقلت مش هيبقى فيه تبادل تجاري ليه؟ يعني ليه أنا لا أتبادل مع عدد من الدول إحنا كمان شايفين أنه عندنا الأرجنتين، البرازيل يعني كمان عندنا بعض الدول الأمريكا اللاتينية موجودة في التكتل هل ده ممكن يقوي الصدرات؟ يعني بمعنى إيه؟ أنا مثلا أقول أنا في مصر كنت يعني بقدر أصنع سيارات وكنت بقدر أعمل حاجات كتير، هل أنا أقدر أفكر في عدد من الصدرات الجديدة على الجدول المصري ويبقى فيها تبادل تجاري؟ بالفعل يا فنم هو التبادل التجاري أهم أهداف لأي تكتل اقتصادي إن أقدر أعمل تبادل تجاري بعملات محلية أو بعملة مخلقة من المجموعة أو من التكتل فبالتالي ده رقم واحد وإحنا ذكرنا إن مجموعة البريكس تقريبا بتأثر أو بتستحوذ على 17% من التجارة الدولية وبتستحوذ على اقتصادها العالمي، الناتج المحلي الإجمالي بتاعه تقريبا 26 تريليون دولار هو تقريبا 25.913 مليون دولار فإحنا بنتكلم إنه لأ حيبقى فيه تبادل تجاري كل دولة من الدول اللي بتشتهر بصناعة بزراعة الحبوب اللي بتشتهر بصناعة السيارات اللي بتشتهر بصناعات حديثة وتقنية اللي عندها قوة في التعليم والتكنولوجيا كل ده حيحصل فيه تبادل تجاري إما عن طريق السلع أو عن طريق الخدمات هي الولايات المتحدة الأمريكية مهامينة هل في الصناعة؟ لا، الصين جت عملت لها إزاحة وبقت هي المهامينة في الصناعة هي في مجال الخدمات، فهي رقم واحد عالميا في مجال الخدمات ولكن جت الصين عملت لها إزاحة وده اللي حيحصل إن عمليات التبادل التجاري ما بين مجموعة البريكس هتقوي أولا التجارة الدولية وهي دي أهم نقطة لما أجي أقول أنا عندي احتياجاتي من السلعة الأساسية موجود في البنك المركزي الأحتياطي بتاعي هيكفيني لمدة أربع شهور ست شهور فأنا حقدر أتبادل زراعة الحبوب أنا أعايز حبوب بقدر كذا دي عملتي ودي عملتك ومقابلها فيما بعد العملة المقيمة بالدهب والمعدن النفيسة هذه التجارة الدولية أنا عندي مشكلة في نقل التقنيات الحديثة الهند وصلت لأعلى المراتب فيها فهقدر أن أنا أغذي جامعاتي المصرية والمدارس بتاعتي المصرية والحكومات بتقنيات عالية جدا عندي استهلاك كان عندي سوق عدد سكان المصريين فقط عندي سوق أكبر بكتير جدا بعدد سكان مجموعة البريكس لأن كل التبادلات دي كانت بالدولار فإحنا شلنا الدولار ولكن التبادل مع الدول قائم ومازال ولكن بالعملات الوطنة ترجمة نانسي قنقر